أدان قياديون في تحالف عزم الاستهداف الممنهج وغير المشروع للحملات الانتخابية لمرشحي التحالف مؤكدين أن الجهات التي تقف خلف هذا الاستهداف تدرك ضعف شعبيتها وتخشى من الخسارة القياديون في التحالف قالوا إن التحالف لا يحتكر الساحة السياسية ويرحب بالمنافسة من أي كتلة سياسية شريطة أن تكون منافسة شريفة كما أكدوا رفض تلك المنافسات التي تستخدم المال العام فيما أشاروا إلى أن حملات الاستهداف التي يتعرض لها التحالف دليل على قوته في المحافظات والمناطق المحررة مؤكدين أن الاستهداف لا يطال الضعفاء بل الأقوياء